على الرغم من أعلان الخارجية الإيرانية الأسبوع الماضي استعدادها لاستئناف المفاوضات النووية التي توقفت في فيينا منذ يونيو في 29 من الشهر الجاري إلا أن واشنطن لا تبدو متفائلة فقد كرر مستشار الأمن القومي الأمريكي أن بلاده مستعدة للعودة إلى المحادثات بشأن الاتفاق النووي أو خطة العمل الشامل المشتركة إلا أنه أردف أن طهران لم تظهر بعد استعدادها الجدي للقيام بذلك أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان إصابة شرطي بهجوم في مدينة كان وقال على تويتر أن شرطيا أصيب بعد أن تعرض لهجوم بالسلاح في كان جنوب فرنسا وأوضح المسؤول الفرنسي أنه تم تحييد المهاجم